اعلنت مصر حالة الحداد العام في انحاء البلاد لمدة ثلاثة ايام على ضحايا تفجيري كنيستين في الاسكندرية وطنطة تبناهما داعش وراحى ضحيتهما 46 قتيلا وعشرات الجرحى وفور وقوع الهجمات اعلنت السلطات المصرية حالة الاستنفار القصوى وشددت الاجراءات الامنية في العاصمة القاهرة تفاصيل اوفى في التقدير التالي يد الارهاب تضرب مصر من جديد وتستهدف الكنائس مرة اخرى هجمة تكررت في السنوات الاخيرة بالبلاد كان اخرها الهجوم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الاقباط الارثوذوكس في ديسمبر 2016 اليوم وفي عيد احد الشعانين استفق المصريون على وقع تفجير انتحاري استهدف كنيسة مارجرجس بطنطة اسفر عن مقتل ثلاثين شخصا على الاقل واصابة اكثر من سبعين بعد ساعات من تفجير طنطة وقع استهداف جديد لكنيسة مارمار قصب الاسكندرية فقد حصيلت ضحايا ثلاثون قتيلا على الاقل بينهم عدد من افراد الشرطة وعشرات الاصابات الهجمات اثارت حالة ذعر استنفر خلالها الامن المصري وعزاز قواته حول باقي الكنائس ومحيط العاصمة القاهرة ومطارها كما وجه بتكثيف دوريات الانتشار السريع ووحدات قتالية لتعامل الفوري ومواجهة اي اعمال شغب حول الكنائس الرئيس عبدالفتح سيادان التفجيرات ووجه بفتح مستشويات القوات المسلحة لاستقبال المصابين كما وجه الحكومة وقيادات الاجهزة المعنية بالتوجه لموقع انفجار الكنائس وتقديم رعاية الصحية للمصابين كما دعا الى انعقاد مجلس الدفاع الوطني بشكل عاجل بيانات الشجب والادانة الدولية توالت وكذلك الاتصالات برئيس عبدالفتح السيس لتقديم واجب العزاف ضحايا الكنيستين مؤسسات الدولة المختلفة وكذلك الاحزاب والحركات ومؤسسة الازهر الشريف ودار الافتاء دانت الحادث وأبدت رفضها لأشكال الارهاب كافة فيما استنكر جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات ودعت الى تعبئة المزيد من الجهود لمواجهة الخطر المتزايد للارهاب وجرائمه وتكثيف تعاون وتنسيق على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة كما دانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والعراق والأردن لما حدث في مصر وأكد تضامنها مع البلد في جهودها في محاربة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها معي من القاهرة الشيخ فكري حسن اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق وأحد كبار علماء الأظهر الشريف مساء الخير أهلا بك معنا الشيخ فكري بداية تعليقكم على ما حدث بعد استهداف داعش الذي تبنى التفجيرين هذا العمل الإرهابي الهجوم الإرهابي في الكنائس خاصة أنه يتزامن مع بعيد الفصح من الأعياد المهمة جدا طبعا للمسيحية في الحقيقة هذا العمل الإجرامي الذي وقع في محافظة الغربية ومحافظة الإسكندرية في هذه الأيام أو في هذه الساعات التي نعيشها الآن عمل إن دل على شيء فإنما يدل على أن من فعله ورتب له وحصنه وفجره هو إنسان أو مجموعة لا تعرف للدين حقيقة ولا تعرف للأخلاق حقيقة الشيء الذي يجب أن نقف معه أن هذا الشهر الذي وقعت فيه هذه الحادثة كما نعلم هذا اليوم بالذات هو من أيام شهر رجب وشهر رجب كما يعلم الجميع من الأشهر الحرم التي تحدث القرآن الكريم عنها وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نرى بعض من ينتسب إلى الإسلام ويرتكب قتل الأبرياء بدون سبب وبدون أي شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعانى على قتل مرئ أيًا هذا الإنسان ولو بشطر كلمة كتب الله تبارك وتعالى بين عينيه آيس من رحمة الله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدواعش لا يعرفون قيماً ولا أخلاق ولا مكان لهم في الإسلام أبداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذه الحالات فقال من يخرج على أمتي يقتل شبابها ويقتل برها وفاجرها فأنا بريء منه يوم القيامة هذا كلام سيدنا رسول الله نعم هكذا تعليق من حضرتك طبعاً من هكذا صرح ديني إسلامي نتحدث عن الأزهر الشريف إلى أي درجة إن دل على شيء يدل على فشل داعش وأي تنظيم إرهابي آخر بزعزعة نسيج المجتمع المصري أيوة بالضبط هذا العمل الإجرامي أولاً تدين جميع الجهاد وكل عاقل وكل إنسان يحب الوطن ويحب دينه لا يرضى بمثل هذه الأعمال الإجرامية ولذلك كان الأزهر من المؤسسات في مقدمة المؤسسات التي أدانت هذا الحدث أو هذا العمل الإجرامي لأن هذا لا يدل على شيء وإنما يدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء بعيدون كل البعد عن جوهر هذا الدين ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الإنسان بنيان الله في أرضه ملعون من هدم بنيان الله هذا كلام النبي أي إنسان يعمل على قتل الأبرياء ويدخل الرعب في قلوب الناس ويؤذي الآخرين الآمين المطمئنين مش إنسان هو أشبه بأقل من الحيوان لأنه لو كان له عقل سليم مرتكب مثل هذا العمل وإنما ارتكاب هذا العمل في شعر كذلك من الأشهر الحرم يوضح لنا أن العقاب سيكون عقابا شديدا في يوم القيامة بإنشاء الله لأن هذه الأيام لا يجوز لنا أن نرتكب فيها عملا يسيء إلى الناس ويسيء إلى الآمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول إياكم والشرك بالله والإضرار بالناس هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدواعش لا يعرفون من الإسلام شيء أبدا بأي وضع من الرضاع وهذه الجريمة النكراء لها أثرها في نفسنا كمصريين ولها أثرها عند جميع العرب وكل مسلم لا يرضى بمثل هذه الأعمال الماجنة الخارجة عن دين الله طبرة وتعالى نعم على عكس ما أراد داعش إلى أي درجة ما حدث يزيد اللحمة بين الأديان كافة في مصر في العالم العربي طبعا بشكل عام حقيقة أن الأعمال دي يجب أن نستثمرها فيه نستثمرها في أننا للم الشم ونجمع القلوب حول مقت هذه الأعمال الإجرامية وأن نكون صفا واحدا ضد كل إنسان يعمل على تفتيت نعم على تفتيت الأمة ويجب علينا أن نضرب بيد من حديد على من يفكر ومن يعمل مثل هذه الأعمال الإجرامية أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة معنا من القاهرة الشيخ فكري حسن إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق وأحد كبار علماء الأزهر الشريف شكرا لك شيخ فكري شكرا لك